خليني أنتقل لمرحلة الجامعة من أين تشكل حب الفلك حب الفيزياء لماذا دخلنا هذا المنحة لماذا اخترت هذا من ضم أشياء كثيرة من ضم مواد كثيرة درستها لماذا أردت أن تتخصص فيها الفيزياء ثم بعد ذلك الفلك أنا طريقة تفكيري ربما من الخلق أو خلقت هكذا وأيضا البيئة والنقاش يعني صعب جدا يعرف الإنسان لماذا أنا عقلي يعمل بطريقة تميل أكثر وبقوة حتى إلى العمليات المنطقية نعم يعني أنا حتى الوالد ما يتكلم عني أو يقول نضال عقلاني نضال عنده العقل يعني أداة قوية يعني يميل إلى العقل ويعني يفضل العقل أو يغلب العقل على العاطفة وعلى الوجدان إلى آخره طبعا كل جانب من هذه الجوانب البشرية للإنسان مهمة جدا أنه الإنسان يكون عنده عاطفة يكون عنده وجدان يكون عنده يعني روحانيات وغيره ولكن أنا عندي الغالب هو العقل نعم فالعقل هذا يعني وجهني نحو الرياضيات والفيزياء لأنها ما يسمى بالعلوم الدقيقة فأنا كنت أحب دائما كل مسألة تحل بطريقة مضبوطة أنا لم أكن أحب يعني المواضيع يعني كانت تعجبني شوية يعني الفلسفة وشوية اللغة وفيها يعني جماليات وكذا لكن أنا أحب لما يكون عندنا مسألة وتحل بشكل مضبوط دقيق النتيجة كذا خلاص ما بقنقش مش أنه أنا عندي رأي وأنت عندك رأي وأنا عندي تعبير جميل وأنت تعبيرك أجمل شوية أو أقال جمالا لا أنا حب الفصل يعني الفصل المقال كما يقول ابن رشد يعني القول الفصل أنا شيء مفصول خلاص فلذلك فأنا من الأول من الثانوي كان توجهي رياضيات أكثر نعم وإلى حد كبير فيزياء نعم لم أكن يعني لما كان عندي اطلاع بالفلك إطلاقا هذه من بين الأشياء اللي ممكن ستفاجئ يعني حتى المشاهدين أنه أنا الفلك هذا تشكل عندي بعدين نعم أنا في الأول رياضياته فيزياء لأن علوم دقيقة وأنا حبي عن القوانين وحب المسائل اللي تنحل وتنحل بدقة وتعطيني نتائج وإذا عملنا تجربة تعطيني نفس النتيجة أي النظرية قالت والتجربة قالت وفي بينهم تطابق وخلاص تحلت المشكلة وما بقى في نقاش نعم وإذا في نقاش نبحث وين المشكلة إلى أن تحل يجب أن تحل أنا عندي لاجب أن تحل مش تبقى والله أنا طرحت رأيي وأنت طرحت رأيك وخلي الناس تحكم والناس تتميل إليك أو إليك أنا ما أحب بدي كل واحد يعطي رأيي زمانا طبعا الآن مع السن ومع الثقافة يتغير الإنسان طبعا طيب هل ما كانش فيه برضو كده زي عندنا في مصر يقول لك خش طب ادخل سيدالا أكيد كان فيه دغطات من البيئة وإلا حواليك لأنك ما شاء الله نجيب ونبيه آه 200 مئة وشخص منتك تفضل لا أنا يعني المحيط الأوسع خلي نقول الأعمام والأخوال والخالات وكذا كلهم إضاءة طبيب الله الجزائر برضو عنده كده آه نفسه شيء وأخوي مهندس من الأول يعني لما كنا صغار الموضوع منتهم آه أنت حتكون طبيب خرجتي إزاي من أنا 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 هذيك أيضا من من أفضال الوالد خاصة والوالدة أيضا نعم أنه كانوا عاطيننا حرية أنه أنت تكتشف المجال اللي يعجبك بس تتميز فيه أنا أنا أضغط عليك أنك تكون تمشي أنت في الطب أو تمشي في الهندسة أو تمشي في أي مجال لا أعطوا حرية الاختيار لأولاده للأولاد نعم للأولاد على أساس ماذا؟ مش حرية الاختيار أنه أنا أحب الأشياء السهلة أنا أحب الأشياء اللي فيها شوية فان لا الأشياء اللي أنت قادر أن تتميز فيها تقييم حقيقي للذات أنت عارف نفسك أنه أنا هذا المجال أتميز فيه أنا والوالد كان يريد التمييز فقط تميز أنت فيما تريد الله تميز أنت في صنع ألعاب فيديو تميز تميز أعمل بس أنت تكون متميز لا تقولي أنا أنا راح تخصص ألعاب فيديو لأني راح أقضي وقتي ألعاب فيديو لا مش هذا الهدف الهدف أنك تتميز طلع لي أشياء يعني فيها إبداع فيها ابتكار فيها قدرات نعم درسنا الفيزياء في الجامعة ثم الماجستير ثم رحت إلى أمريكا أنا أريد أن أعرف كيف تفكير أتى العقل من أين أتى فكرة أمريكا أني أسافر أمريكا كاليفورني نرجح حتى قبلها شوية تفضل فدخلت الجامعة وأنا رياضيات أغلب نعم وفيزياء ربما نعم لكن لا أنا رياضيات أقوى نعم فأنا رح أروح رياضيات سنة الأولى في الجامعة اكتشفت الفيزياء بشعبها نعم بتخصصاتها بمجالاتها واكتشفت الكوانتوم وقلت لا مثل ما تقولون في مصر هي دي بس خلاص شغل في هذا خلاص أنا حابب خلاص أنا قلبي ما شاهد أنا رح أمشي فيها كوانتوم 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 معناه فيزياء الله مش رياضيات نعم فراحت إلى الرياضيات تبقى الرياضيات وحتى في فترة كنت أفكر أني خليني أعمل شهادة رياضيات كاملة وبعدين أعمل شهادة فيزياء كاملة سادي ابتقد مني سبعة ثمان سنوات كثير فلا خلاص معلش الفيزياء فيها كثير رياضيات مش مشكلة ما زلت إلى يومنا هذا بحب الرياضيات لكن الفيزياء بظواهرها خاصة ضواهرها المجهرية خليني نسميها نعم الكوانتوم الذرة الجسيمات الإلكترون النوات هذه كانت يعني شيء خرافي جمال روح يشتغل سعادة سعادة فعلا سعادة حط لي أنا الكوانتوم بكل ما أين يوجد الكوانتوم وتخليني أنا أنسى نفسي نعم ولذلك فأتخصصت أنا في هذا المجال على أساس أني أروح لأمريكا أروح لأمريكا ذلك الوقت هذا الكلام في الثمانينيات كانت الجزائر عندها قوة مالية أنا قبل من روح لأمريكا مش هايز لا أريد أن أقطع حبل أفكار حضرتك لكن دائما الشباب يقع في نقطة من حضر التوهان تشتت كيف أختار تخصصي نصيحة من أستاذنا الدكتور نظر قصوم للشباب إزاي يختاروا تخصصهم إزاي يطلع من فكرة التشتت والتوهى اللي هو فيها ويختار التخصص اللي يكمل فيها على أي أساس هو باختصار باختصار جدا ولكن تحتاج شوية توضيحات باختصار جدا هو نفس الفكرة التي طبقها معنا الوالد اللي هي المجال الذي ستتميز فيه أنت وين رح تتميز أنت شايف نفسك أنه هذا المجال وأنت لن تتميز في مجال وقلبك لا يعشقه مستحيل رهيبة رهيبة لن تتميز في مجال إلا وقلبك يعشقه فعلا فعلا لأنك أنت يعني بجينا أنك طالبة مثلا إلى يومنا هذا سنوات وسنوات دكتور أنا بيقولوا لي أنه في المجال الفلاني هذا يعني فيله مستقبل وفيله وكذا قلوا أنت بتبحث عن مستقبل المجال أو مستقبلك أنت أنت بتسألني هل هذا المجال أولا لا أحد سيستطيع أن يقول لك أي مجال له مستقبل يا مجالات ارتفعت لسنوات ثم انخفضت لأنه طلع اكتشاف جديد أو نفتح باب جديد أنت ما تمشي وراء المجالات اللي الآن زاهرة مزداهرة رائجة وانت ممكن بعد عشر سنوات انتهى هذا الموضوع وطلعنا في اتجاه آخر انت لا تمشي في ما هي المجالات الرائجة انت تمشي في أنا قلبي وين قلبك اللي وين هذا رح يدفعك أنك أنت أنا أريد المزيد أنا أريد المزيد تطوير في هذا المجال نعم أريد المزيد وهذا المزيد رح يخليك أنك فعلا أنت تصير أكثر من أكثر الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفكرة وفي هذا المفهوم هذا المجال لن تتميز في مجال وأنت تجري وراه فقط لأنه فيه وظائف فيها رواتب عالية أو أنه الآن يعني رح حصل لي وظيفة بشكل سهل طيب أنت حصلت لك أنا قل الطلبة طيب هذا فيه وظائف واخدت أنت وظيفة وبعدين اكتشفوا أنك أنت ميديوكر نعم أنت متوسط أو أقل من المتوسط ما رح يصرف فيك أنت رح ينطردوك بعد شوية يقولوا هذا مش متميز احنا لا نريده فيه مجالات فيه وظائف نرح أجيب فلان وجيب علان فيه عندي ناس لكن دكتور فيه موضوع مثلا مثلا حاليا اللي بيروح يشتغل في البترول أيها يقال له لا ما ترش بترول لأن البترول خلاص يعني الطاقة الجديدة ومتجددة مجالات الطاقة دلوقتي كله عايز يتحرر من الحاجات الملوثة وما إلى ذلك فبدأ التوجه العالمي يبتعد عن البترول فلما يجي حد يروح بترول نقول له لو أنت عندك شغف بشيء آخر بلاش بترول عشان البترول الطريق بتاعه شوية بقى صعب جدا في المستقبل أنه حتى يجد وظيفة في مصر فالموضوع شوية صعب طب كيف نوفق ما بين الشغف طب يفرد هو عنده شغف للبترول ولكن البترول خلاص يعني الحاجات أو الوظائف اللي هي هو الناس اللي تروح بترول مش عشان شغف نعم الناس بتروح بترول لأنه فيها وظائف وفيها رواتب عالية نعم مش بيروح لأنه هو شغف لو أنت لأنه شغف أنا أقوله روح في البترول لأنك أكيد رح تطورني أنت في البترول أو رحت على الأقل لعشر عشرين سنة رحت لقلنا أنت تطبيقات جميلة وأنه ما بيلوت لنا كثير ورحت لقلنا أنت حوله إذا هو شغف بس هو تسعين 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 بالمئة من ناس اللي روحوا ببترول مش عشان شغف طيب حتت أنه أربط التخصص اللي أنا هشتغل فيه بسوق العمل لا إلا دي إلا دي إلا دي لأنه سوق العمل هذا متقلب ومتطور طب افرد أنا ما عنديش حاجة بحبها لا لازم لازم تبحث هو هذا رحلة البحث أيوة هو هذا أهم شيء الآن قبل ما تبدأ تبحث لي أنت في أي مجال وأي وظيفة وأي مش عارف إيش أنت أبحث في نفسك نعم ما الذي وأنا أقول لأ طلب أقول له أنت يقول لي كيف أعرف أنا قبل شوية كنا نحن لما ندخل مكتبات في السوق تشوف مكتبة وتجي داخل الآن شباب ما بدخلوا مكتبات بس زمان نحن ندخل مكتبات قلوا أنت لما تدخل مكتبات أنت أي جناح من المكتب تروح له مباشرة تلقي نفسك أنا مسحوب إلى اتجاه الطب مثلا الأمور الصحية الأمور الرياضية الأمور الروائية أنت قلبك ينجذب إلى أي مجال الآن أقول له أنسى المكتبات ما حد فيكم يدخل مكتبات الآن أنت الآن لما تفتح اليوتيوب تبدأ تشاهد أنت فيديوهات في أي مواضيع تلقي نفسك هكذا لا شعوريا تنتقل إلى هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع أنت الآن تراقب لو تراقب نفسك تلاقي أنه في خط في تتجاه قلبك يريد هذه المواطع راقب نفسك وأبحث أما السوق هذا السوق أنت لا تدري بكرة بيصير يعني خرق قفزة تكنولوجية أو علمية أو غيرها وهذا المجال هذا بيموت وصار عندنا يا ما صار في العشرين سنة الأخيرة فترة كان عندنا إحنا علم الحاسوب هو الرائج لماذا؟ لأنه برمجة وبروغرامينج وبعدين خلاص البروغرامينج هذا يعني ضعف وظهر عندنا إيش؟ الهندسة المدنية كان السوق خاصة هنا في الإمارات وفي الخليج يعني بناء لا حصر له يعني عندنا مئات من طلبة هندسة مدنية يا الله هندسة مدنية ثم جاءت أزمة اقتصادية في 2006-2007 وظلينا عدة سنوات ما فيه ما في مال ما تقدر تبني نعم فهندسة المدنية ماتت خلال بضعة سنوات عدد الطلبة اللي دخلوا هندسة مدنية يعني انخفضة بنسبة عشر إلى عشرين يعني اللي كانوا 200 صاروا الآن عشر خمستاش اللي بدخلوا هندسة مدنية طب أنت ما شيري على الهندسة المدنية بعدها بعشر سنوات تراجعت الهندسة المدنية بدأ السوق يرجع وبدأت المشاريع البنائية وبدأ عندنا المولات وبدأ عندنا الريزيدنسيز وغيرها وغيرها ما تقدر أنت تربط نفسك بالظروف لأن الظروف حتى ظروف عالمية مش حتى ظروف محلية نعم الأزمة الاقتصادية اللي حدثت كانت عالمية والعالم وبما فيها الإمارات تأثرت بها تأثر كبير جدا لعدة سنوات ثم تغير الوضع ثم عاد البترول ارتفع سعر البترول انخفض سعر البترول رحنا فيها ما تقدر تربط نفسك وأنا أخر شيء أقول للطلب أقولهم أنت تعرفوا عمركم الآن كم؟ حوالي عشرين؟ نعم أنت تعرف كم عمر ستعيش؟ أنت ستعيش مئة سنة لأن الآن يعني العمر الإفتراضي هذا الذي يعني متوسط الناس كم يعيشون الآن حوالي تمانية وسبعين سنة قرابة ثمانين سنة قلهم بعد خمسين سنة من الآن هذه ثمانية وسبعين ثمانين سنة تكون وصلت لمئة سنة الآن عندنا بالآلاف الناس الذين يصلون إلى مئة سنة نعم صحيح والدي كما قلت الله يحفظه هذه السنة عمره تسعين ما شاء الله ربنا يحفظه فقل له أنت الآن رح تعيش مئة سنة قاعد تبني حياة المئة سنة على ما يحدث لك وأنت عمرك عشرين؟ أو هذه السنة ألفين وثلاثة وعشرين؟ ألفين واربعة وعشرين؟ لا أنت لازم تبني على خمسين سنة القدام وهذا خمسين سنة القدام لا أحد يستطيع تنبؤ بها فما هو الحل؟ الحل أني أمشي أنا على ما أنا شغوفي نعم حب الرحلة حب الرحلة لتتقدم وتتميز أنا سعيد جدا ورحنا لمنطقة شباب كثير كثير جدا أنا بيجي لي مئات الأسئلة في هذا الاتجاه لذلك أنا توقفت عنه وأنا استفدت جدا جدا من طرح ورؤية حضرتك الدكتور ترجمة نانسي قنقر